بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله ازايكم حباب قلبي عاملين ايه يارب تكونوا في احسن حال معاكم قناة عالم اية ايه رأيكم بقى في البزبوسة دي حلوة لو عجبتكم يلا بنا ندخل على طول على نشوف الوصف بمقادير مظبوطة ما فيهاش غلطة يلا حبابي معنا بقى المقادير بتاعتنا مقادير مظبوطة بال شوفوا بالجرام والله هتعجبكم ان شاء الله لو جربتوه معنا هنا نص كيلو سميت بزبوسة كبايتين ونص تمام كبايتين ونص سميت بزبوسة باللي هي الكبات المعايير دي كمان معايا هنا نص كوب من السكر الابيض كمان معايا اتنين معلقة كبيرة من الدقيق الابيض العادي او ممكن ربع كوب دقيق تمام ده عشان نربط بيه بس البزبوسة كمان معايا ربع كوب من جوز الهند ست معالق من الزبدة تقريبا يعني وكمان معانا هنا للزواء يعني لوز وممكن انت تستغني عن اللوز وتحطي بندق تحطي سوداني ممكن تستغني عنهم خالص كمان معايا معلقة من البيكين بودر أنا هنا بستعمل كيك شاف وعلبة زبادي ورشد فانيلي تعالوا بقى كده يا حبيب نشوف هنعمل ايه نخدش بقى الوصفة على طول الاول هحط كل المقادر الجفة على بعضها هجيب سمية البزبوسة اهوت هحط عليه السكر وبعدين هحط الدقيق ونضيف كمان عليه مجوزة الهند وبعد كده هحط معلقة البيكين بودر او معلقة الكيك شاف معلقة مساحية حبيبي تمام وهنحط بقى هنا رشد الفانيلي ممكن كيس فانيليا لو عندك الاكياس العادية لكن دي خام فانا بحط منها رشة بسيطة اخلط بقى المكونات كلها مع بعضها بالشكل انتو شايفينه ده بس هخلط كويس جدا ليه علشان البيكين بودر يدوب مع كل المقادر دي مايبقاش في حتة وحتة تمام حبيبي هنا بقى الصينية بتاعتي دي صواني البزبوسة او صواني البتزة هم تلت صواني فوق بعض دي الصينية الوسط اللي فيه تمام ده هنتهب الزبدة وبس ولا حطيت طحينة ولا حطيت رشة دقيق ولا اي حاجة خالص وهنا بقى سيحت الزبدة بتاعتي على النار سيحتها بس ما ادحتهاش وبعدين حطيتها هنا على المقادر بتاعتي وحبدأ اخلط المقادر كلها مع بعضها بعد ما خلطت المقادر كده مع بعضها حبيبي هتلاقوا انها عملت كده زي الرملة او مثلا زي الكوسكوسي شايفين مرملة ازاي وايدي كمان متعاصة لما فروقها كده ايدي قليقها متعاصة سمنة او زبدة فكده خلاص اتأكد ان هي خلاص كده مش عايزة اي حاجة تاني من الزبدة يعني هحط بقى في الوقت دوت علبة الزبادي بتاعتي بعد ما حطت علبة الزبادي في نفس علبة الزبادي حملها مية حملها مية للاخر وحطها كمان على المقادر بتاعتي بالشكل ده واعجن تاني لو لقيت ان العجينة لسه نشفى معاك شوية هنضيف معلقة بمعلقة يعني اضيف معلقة مية ولو لقيتها لسه نشفى اضيف كمان معلقة تمام معلقة بمعلقة زي ما قلتلكم علشان نوصل للقوام اللي احنا عايزينه اللي حتشوفوه معايا دلوقتي هقلب بقى المقادير انا طبعا حاولت تقلب بالمعلقة منفعش ففصلت عشان اقلب بأيدي لازم عجنها كويس قوي لحد ما توصل للقوام اللي انتو شايفينه ده انا ضفت معلقتين من المية زيادة على الكوباية لحد ما وصلت معايا للقوام اللي انتو شايفينه ده اللي هي لا سايب قوي ولا متماسك قوي حلوة اقدر افردها بأيدي هفضي بقى كده يا حبيب قلبي كل العجينة في قلب الصنية بتاعدي وحبدي اضغط عليها كده وافردها بأيدي لحد ما توصل للفردة اللي انتو شايفينها قدامي ده هاخد بقى عشان اساوي السطح بتاحها هاخد السمنة اللي بقية اللي انا سبتها او الزبدة وابدأ التكة كده على الصنية البسبوسة عشان اساويها بالشكل اللي انتو شايفينه ده افضل اساوي فيها كده لحد ما تتساوي خالص بالشكل اللي انتو شايفينه ده وكمان علشان وشها يحمر هتلاقو الشها كله بقى لون واحد عشان الزبدة اللي حطناها على الوش دي انا هنا بقى جبت فوتة المطبخ دي وحطت على الرخامة عشان اه اقدر اغبط الصنية في الرخامة براحتي من الغير ما تعمل صوت يعني او دوشة اغبط جامد بالشكل اللي انتو شايفينه ده عشان اطلع اي فراغات في العجينة وكمان اساوي الوش اكتر شايفين حبابي هابدأ بقى اروش اللوز بتاعنا انا احنا بنحبه مجروش هنا ما بنحبهوش سليم يعني عشان اه في كل قط ما يبقى فيها لوز هابدأ بالشكل اللي انتو شايفينه ده اهو اروشه في كل الصنية بعد ما رشيته هابدأ اضغط عليه تاني بالروحة كده علشان يدخل جوه العجينة ما يبقاش هايش بفوق فيوقع مني تمام في الوقت ده بقى يا حبايب قلبي هدخلها على الفرن هدخلها على الفرن انا ايد الفرن من قبلها فوق وتحت يعني الشوية وارديت الفرن اول ما يجي حطها هاتفي الشوية من فوق وحطها على الرف اللي تحت زي ما انتو شايفين كده في الفرن هتفضل فيه على طول لحد ما تخلص سواها هنبدأ بقى في المرحلة التانية هي مرحلة الشربط الشربط يا حبايبي المقادير اللي هقولها دي مظبوطة للصانية اللي انا عاملها لما اقول كبايتين وربع سكر يبقوا كبايتين وربع سكر لو انت متحباش مع السلة قوي ممكن نلغي الربع لكن لازم كبايتين سكر ويستحسن ان انت تتبعي الوصفة بتاعتي كبايتين وربع سكر عليهم كبايتين وربع مي تمام كده بنفس الكباية اللي انتو شايفين هدي حطيت اتنين وربع مية عليهم اتنين وربع سكر احتاج كمان مع المقادير ديت معلقة عسل كولوكوز معلقة صغيرة من معالق الشاي بس طبعا مش هضفها دلوقتي كمان هحتاج عصرة لمونة طبعا اللمونة الشكلة متغيرة شوية عشان دي طالعة من الفريزر عصرة لمونة مش اللمونة كلها كمان هحتاج رشة من الفانيليا هبدأ بقى اقلب السكر دوت لحد ما يدوب معي ومش يدوب كله برضو بس هدوبه على قد مقدر قبل ما اطلعه على النار دلوقتي بقى يا حبيبي خدتوا على النار اد الشعلة بتاعتي او العين بتاعتي يعني ومخليها وسط لا عالية اوي ولا وطي اوي وهقلب فيه بسيط كده لحد ما يدوب معي السكر على النار الهادية دي اول ما يغلي يستحسن ما تقلبهوش كتير وطبعا انتو عارفين كلنا طبعا عارفين ان البسبوسة لازم تكون طالعة من الفرن سخنة والشرباط بتاعها كمان سخنة ونسق البسبوسة بالشرباط السخن فعشان كده انا حطيت البسبوسة في الفرن وبعد كده بدأت اعمل الشرباط عشان يبقى سخن معي كده حبيبي غلي اهولة وفي ريم طبعا حنشيله مفيش ريم خلاص كده تمام هحط شوية من عصرة اللمونة مش نص اللمونة كلها عصرة منها عشان ما يديش طعم مزز ما يستحبش يعني هيغير لنا طعم البسبوسة هسيبه بقى يغلي على نار وسط هادية سبع دقيق بالزبط من خمس لسبع دقيق مش اكتر من كده خالص حبيبي قلبي اسمعوا تكاتي وان شاء الله هتصبت معاكم وفي طبعا حبيبي كتير شاطرين طبعا وبيعرفوا يعملوا كل حاجة بس جربوا طريقة دي هتعجبكم غير اي طريقة تاني دلوقتي بقى انا خلاص يدوبك ست دقيق بالزبط فاضل دقيقة وهقفل عليه حطيت معلقة الكولوكوز هو طبعا جامد شوية علشان احنا في البرد فجامد شوية هفضل اقلب فيه كده بسيط لحتى ما ينزل من المعلقة هروح بقى لصنية البسبوسة بص عليها لان الاحراف بتاعتها زي ما انتم شايفين كده بقت بني كده بني فاتح يبقى كده خلاص هيستوت من تحت هشغل لها الشوية فوق عشان تاخد وش من فوق كمان هنا الشرباط بتاعي الجهز حطفي عليه الديقة بتاعته خلصت طفيت عليه وحبدأ احط عليه رشة من الفانيليا زي ما انتم شايفين كده ما قطرش عشان دي فانيليا خام ممكن تحطي نص كيس من الفانيليا اللي هي دريم او الفانيليا اللي في كيس دي يعني وحقلبها برضو خلاص كده صنيت البسبوسة بتاعتي جهزت اي رأيكم بقى حلوة لو وصلتي لحد هنا انزلي بقى فعالي زرير الجرس وعملي اشتراك في القناة عشان يوصلي كل جديد مني وعليتنا تكبر بيكو كده حبايا بقلبي هبدأ بقى حبايا اسقي البسبوسة بالشرباط زي ما احنا شايفين كده وما تخافيش اسقيها احنا هنخلص كل كمية الشرباط دي على صنية البسبوسة ما تقوليش خلاص ده هي استكفت فتمليها كده فيوقف عليها الشرباط فتقولي كده خلاص لأ استني عليها خمس دقايق هتبسط لقى جربة الشرباط كله وديفي تاني شرباط لحد ما تخلصي كل الكمية اللي عندك واسيبيها في او غطيها واسيبيها بالشرباط اللي هي اللي فيها ده وما فيش ربع ساعة وحتلاقي شربة كل الشرباط وحنشوف مع بعض الكلام ده دلوقتي انا كده هي حبيبي سقيت لحد خلاص ما بصوا موقف فيها الشرباط خالصة هون حد احركها كده تحريكة بسيطة عشان ادخل الشرباط في كل حتة في الصينية اهو حبيبي عرقتها كده ووقف فيها الشرباط ازاي حسابها يدوبك كده خمس دقائق وحرجعلكو تاني او وريكو ازاي انها شربت الشرباط ده كله اهو شايفين وقفت فيها الشرباط ازاي لازم يوقف كده نرجع بقى تاني اهو شايفين بعد خمس دقائق ست دقائق بكتير قوي شايفين في شرباط مفيش انا لو سبتها كده وما سقيتهاش بقيت الشرباط بتاعها لو باتت معايا او تبقى منها قطعة او حاجة يعني وده طبعا ما بيحصلش ما بيقدروش يقوموها اه فحلاقيها نشفت مني وما بقيتش حلوة وطرية وجوزي كده زي ما هي تمام فلازم نسقيها الشرباط كله شايفين ما فيش حاجة خالص ما سبتش حاجة تمام حبيبي هسيب بقى فيها الشرباط ده برضو واسيبها بقى براحيتها لحد ما تبرد خلص هتبرد وارجع عليكم بقى اوريكم بقيت عاملة ازاي بعد ما بردت وشربت الشرباط بتاحها ده كله هلغطيها اه او ممكن تحطيها في الفرن بتاعك بقى فرن بتوجاز بعد ما برد دخليها في تاني وقفلي عليها وطلعيها بقى بعد شوية وشوفي عاملة ازاي ايه رأيكم بقى في شرباط شربته كله وحتفضل معاك طرية وجميلة لحد اخر حتة فيها بقى الفة هنا وشفة يا رب على قلبكم جربي وصفتي دي ويعني على ضمنتي هتعجبك حبيب قلبي بقى لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم بصلاح الحال وأستودعكم الله الذي لا يضيع عنده الوداء ألف هنا وشفة حبيبي على قلبكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة